بالقرار رقم واحد لسنة 2019 انخفضت قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163% لتكون بذلك نسبة الانخفاض في الرسم 12% وهو ما يعني أن الدولار سينخفض أمام الدينار إلى حدود الثلاثة دنانيرا وستمائة درهم ووفق مراقبين فإن قرار الخفض سيؤثر على السوق الموازية إذن سيرفع قيمة الدنار الليبي إلى ما يعادل 7% وسيدفع بسعر الصرف في السوق السوداء إلى مدون الأربعة دنانير وهو ما سيضطر المضاربين إلى طرح الدولار الموجود لديهم لتفادي الخسارة والتي ستنعكس بدورها على المواطن الذي سيتحصل على السلع والخدمات بأسعار أقل من الموجود حاليا بالسوق وفق ما أكده للأحرار المحلل الاقتصادي عبد الحميد الفضيل أما الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجا فقد اعتبر القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وأن قيمة الرسم يجب أن تنخفض أكثر من ذلك وأن يضاف إليها إلغاء فكرة تعدد الأسعار فقيمة شراء النقد الأجنبي يجب أن تكون واحدة سواء للدولة أو الفرد قرار رئاسي جاء متزامنا مع تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير بالشروع في إجراءات صرف منحة أرباب الأسر التي تقدر بخمسمائة دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد وهو تزامن قد يسهم في سد الفجوة بين السعر الرسمي للنقد الأجنبي والسعر المتداول في السوق الموازية التي تلقي بحملها كثيرا على مواطن أنهك أصلا بفعل الحرب اشتركوا في القناة